السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنوريكم الدرس فتح نصف طوق في الجلاب ليس نفس طريقات تستعملوا في القفطان هذا هو الدورة العنق هذا هو الرأس هنا سنوريكم أول حاجة كيف تستخدم العبار أول حاجة سنوضع السنتيم وستمر حتى نوصل 33 سنتيم 33 سنتيم هاي 33 سنتيم هنا من بعد ما وصلنا 33 سنتيم نوضع علامة علامة على 33 سنتيم كيف تستعمل كثير من 33 سنتيم كيف تستعمل قليل من 33 سنتيم ولكن أنا كنظن أنه العدد مناسب للجميع لليطاي نفس الدرس سنوريكم طريقة هنا كيفاش تفتحوا هاد نصف طوق هدا هو الوجه دي التوب أنا وضعت عليه علامة واش نبقى عاقل عيه هنجول هديك الجيهة اللي اخدنا فيها العبار اللي وضعنا فيها 33 سنتيم هي هادي هنا غادي نطوي توب غير واحد شوية هاد الجيه هادي غادي توصلنا حتى الاسفل دي الجيهة هدا هو الراس هدا هدا هو الدورة دي للعنق مشينا معاه حتى وصلنا 33 سنتيم اللي وضعنا لعلامة هنا غادي اول حاجة غادي نديروه هي غا ننبلو هاد توب هادي طريقة من هد من العلامة اللي وضعنا نبقاه هادي بهاد شكل حتى نوصلو حتى الاسفل دي الجيهة هنستمرو بهاد طريقة فاش نكملو هاد 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 هتستمرو بهاد طريقة تبقوا غادي حتى توصلو حتى لنهاية دي الجيهة بنفس الطريقة غادي نستعملو فهد جيه هاد كما قلت لكم هدا هو الوجه دي التوب هو هدا الوجه دي التوب هاد هو القفا دي التوب او الظهر دي التوب هو هاد فانتو ما غادي نتنبلو هاد اتجاه احنا من بعد ما كملت تنبال حتى اللي تحت هاد هو الظهر دي التوب هو هاد هاد هي العلامة اللي قتلكم دي تلاتة وثلاثين سانتيم ده باشنو غادي نديرو غادي نشدو التوب وغادي نرجعوه بهد شكل هاد وخاصو يكون غادي احتل الراس نفسه غادي يعني في نفس الخط متساوي يعني هاد شكل هاد من هنه غادي ندورو هنا يتوب هلاك نتابو نايم زيان كيما قدلكم خاصو يمشي هاد الخط هاد يمشي نيشان وغا نشدو هاد التوب هاد شكل هاد اخرى وغا تبقاو هنا غادي هادي هنه حتى غادي نخدمو عاد غادي نحدو هنه الحجم اللي بغيناه الحجم غادي يبدأ من هنا سافي هنه غادي نحبسو سيلينا هاد هاد الشيهة هنطبقو نفس نفس العملية في الجيهة الاخرى نفسها من بعد ما قلبنا هاد اول وجه هاد التوب هنشدو هاد الخدمة بالفنيت بهد طارقة هنه غادي نديرو ملاقية عادة هنه من بعد ما وصلت لنص في القوزة القوزة المضوبة لو نقصوها مع الأربعة غادي نقلب هنا قلبت وناخد المقص وناخد المقص وغادي نقطع هنا من هاد الحاشية يعني بهذا الشكل هذا بهذا الشكل تاخدوا المقص بهذا الشكل هذا بهذا الشكل من هنا هتقطعوني شان نحاولوا تخدموه شوية باش متوشي وش الخدمة واتتاخدوا تاخدوا بريكا بهذا الشكل نحرقوا هاد نحرقوا التوب هاد التوب باش ما يتسربش لنا الطريقة وضعوها في اي اي توب اي توب وضعوا فيها الطريقة هادي ضروري تحرقوا لان التوب تتسرب من بعد فغادي تسرب لكم وما عندوش عيلاج من بعد خصوصا هاد القنيت هاد اللي تيجي على الرأس دي الخدمة هاد هو اهم حاجة من بعد ما غادين تحرقوه هاد تكملوا الخدمة دياركم عادي جدا فمن بعد ما تدوره بحركات تنبلو تنبلو هاد عادي جدا اللي خافت انها ما يجياش هاد العبار المتوازي تاخد السانتيم وتبقى تعبار وتخدم انا هنا عيني ميزاني ولكن اللي مبتد امر احسن انها تاخد السانتيم وتخدم به باش يجيال العبار يعني متناسق نغا تحاولوا انه كنتموا وغادين بنفس نفس المقياس هاد المقياس ديعدكم هنا تبقوا وغادين به قلت لك اللي مبتدئة تاخد السانتيم تتوصلوا لهاد الراس القنيتة هادي واللي بغا تعرف كيفاش الفتحة ديال هاد نصف طوق من الاعلق هاد يجي هادي القب فترجع للفيديو سابق وضعتو كيفاش كنفتحوا النصف طوق تتعبروا من هنا اربعة الاصابع تتقطعوا تتخدموا عادي جدا كتقلبوا الخدمة ممكن اتشي ترجعوا لي في الفيديو السابق كما قلت لكم هنا نفس الطريقة غادي نتعاودوه هنا وما تنسوش الاشتراك معنا في القناة الجديدة ام مريم الكروشي ودعمونا بالاعجابات ديالكم وشكرا واي تساؤل وضعوه في وضعوه في التعاليق وشكرا على المتابعة اشتركوا في القناة